أهلاً وسهلاً بالجمهور الكريم نازالت التعليقات على سلسلة حلقات الحجر الأسود بيتيل تتوالى بعد فترة من نشريها فنجد أحد السادة يسأل عن المنهجية العلمية التي اعتمدت عليها في مقارنة بعض الطقوس الوتنية كالهندوسية والبودية بتقوس الإسلام في مسألة الحج أولاً ما قدمته في هذه السلسلة هي نظريات موجودة على الساحة ووضحت مقارنة طقوس الرهبنة في البودية وعلاقتها بتقوس الحج في الإسلام أو بمعنى أصح في الجاهلية فهي نظرية تعود للأستاذ ماركوس جروس كما سبق وأن أشرت فتقديمها للمشاهد الكريم من خلال علم الإنتروبولوجيا علم الإنسان أو علم الأنسانة فبالطبع هذا العلم حديث العهد لكنه يقدم لنا دراسة حول تطور الإنسان من خلال علم مختلفة وما يهمنا هنا علم التاريخ وعلم الأديان معتمدين على أدوات علمية مهمة كعلم المخطوطات والفيلولوجيا كما عودناكم على الحديث عنها فعلم الإنتروبولوجيا يقارن بين المجتمعات البدائية المتخلفة والمجتمعات الحضرية المتقدمة فعندما قارن الأستاذ ماركوس جروس بعض طقوس الرهبنة في البودية والإسلام كان الغرض منها تنبيه الباحث في الدرجة الأولى لتشابه بين طقوس قديمة في البودية وطقوس حديثة شيئا ما في الإسلام ولو أخذنا على سبيل مثال الحصر موضوع حلق الشعر الحاج في موسم الحج والعمرة كواجب يقوم به عند نهاية مناسك الحج لا يقدم لنا الموروط الإسلامي الحكمة من هذه الشعيرة سوى أنها تقرب إلى الله بفعلها وهناك من يعتقد أن الحاج في هذه الفترة ربما يتعرض لانتقال بعض الأمراض أو الحشرات من خلال احتكاكه ببعض الحجاج المرضى ومعظم الفقهاء أفتوا بحلق الشعر أو تقصيره في حالة تذكر الحاج أنه نسي هذه الشعيرة وقت عمرته على سبيل المثال أو تقديم فدية دبيحة وهذا يدل على أنها شعيرة مهمة وليس الغاية منها النظافة فقط لكن للأسف لا توجد حكمة محدودة تظهر الغاية من القيام بها فهذه الشعيرة موجودة في العقيدة البودية أثناء الرهبنة والتعبد في معابدهم المقدسة والغاية منها كما قلنا هي التخلي عن الجاه والرفاهية كما فعل بودا نفسه عندما حلق شعره الطويل الذي يرمز للملك والجاه والدخول بحلقه في حالة الزهد والتقشف وهي عادة قديمة جدا كانت توجد عند كهنة الديانات القديمة قبل الديانة البودية بكثير فالشعر كما قلنا هو تاج فوق رأس أي مؤمن يجب تغطيته كما هو الحال عند السيخ أو حلقه في أماكن العبادات في الديانات القديمة لوقوف المؤمن بخشوع وتواضع وهيبة أمام إلهه فلو طبقنا هذا الأمر على شعيرة حلق الشعر في موسم الحج والعمرة فلا نجد أي تضارب في العقيدة الأساسية مع هذا المبدأ وخاصة لو علمنا أنها تقوصا كانت موجودة فيما يسمى بالعصر الجاهل فعلم الأنتروبولوجية أو علم الأنسنة يفتح لنا مجالا لمقارنة الأديان وإبعادنا عن الأديولوجية باعتبار هذه الشعيرة على سبيل المثال ليست أمرا إلهيا وإنما سلوك بشري للتعبير عن دخول في مكان مقدس أو مرحلة من التعبد فالدراسة الأنتروبولوجية للإسلام تكشف لنا عن أسرار كانت غائبة وراء الفكر الإديولوجي الذي صنع لنا أو صنع لنا دينا جديدا من خلال ما يسمى بأسطورة الأصل فكما عبر المتخصصون في التاريخ المبكر للإسلام عن بدايته المظلمة لهذا جاء نعته بالثقب الأسود بلاك هول فتنشأ بعد قرنين من الزمان على ظهور الإسلام أسطورة أصله كإديولوجية متكاملة تجيب عن معظم الأسئلة التي يمكن للمسلم المؤمن التساؤل عنها فعندما نقرأ القرآن النص المؤسس للإسلام نجد فعلا هناك إشارة لإحداث تاريخية لمرحلتين في القرن السابع الميلادي مرحلة المعك والاضطهاد تدعو للسلم والرحمة والتفكير والتدبير لحتمية الواقع ومرحلة أخرى بعدها مرحلة التمدن والتمكن تتحدث عن القتال والمواجهة ضد الأعداء مرتبطة فقط بتلك الأحداث التاريخية فيؤدلجها البعض بعض الشيوخ فيما بعد لصالح أهدافهم الشخصية ويصبغها بقداسة إلهية أبدية تحط المؤمن المسلم على القيام بها من أجل التقرب إلى الله ونيل النعيم الأبدي وبالتالي صناعة الفكر الجهادي أو ما يسمى بالفكر الإرهابي وهذه فئة أصبحت معضلة بشرية يفكر العالم كله في محاربتها والغريب أن معظم ضحاياها من المسلمين أنفسهم فيأتي الباحث الأنتروبولوجي ليقدم لهذا المسلم المغرر به بيانات وتوضيحات عن أصل هذه العقيدة المتطرفة ليرجعها لسياقها التاريخي كي ينزع عنها فتيلة التطرف والعنف فلو قامت في تلك الفترة حروب همجية بقتل الإنسان لأخي الإنسان واستعبدته فهي ربما مناسبة لعصرها لكنها غير مقبولة الآن في عصر العولمة وتقارب الإنسانية مهما كان صاحبها يمتلك من قوة وسلاح نهيك على أن المسلمين لا يمتلكون هذه القوة والعلوم لمحاربة الغير إذن لا مناصة من الرجوع إلى النص المؤسس وإعادة دراسته بموجب مستجدات العلوم الإنسانية والخروج من مأزق الجمود الفكري الذي دام عدة قرون فأثر على تطور بلاد المسلمين وجعلهم في الصفوف الأخيرة من التطور والتحضر ويتساءل المسلم البسيط لماذا يعيش معظم المسلمين الفقرة والقهرة وعدم الحرية الرأي والتعبير فالثورة على الحاكم ليست هي الحل للخروج من أزمة الأسلمة وإنما الثورة الحقيقية على العقل المتحجر والخروج من عباءة الشيوخ وفقهاء البلاط الذين يريدون ترك المسلم في تخلفه ليسهل السيطرة عليه من طرف رجل الدين والحاكم الدكتاتوري الذي يحكم القطيع بمباركتهم والدعاء إليه بالتمكن من رقاب رعيته نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة فكونوا معا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر